بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم مع بعض على رمزي جديد. هنتكلم على اهم من التفسيرات المتعلقة بالقصر الموبايل او بالقصر الهدف. اما نشوف ان الموبايل بتاعنا اتقصر سواء شفنا انه سقط من ايدينا او شفنا ان الشاشة بتاعته اتقصرت. اه كمان هنعرف امتى بيكون رؤيته محمودة امتى بيكون رؤيته غير محمودة. اه كمان هنعرف معناه للعزباء للمتزوجة. وكمان اه للرقل. اه اول حاجة قصر الهاتف او الجوال اه بشكل عام. اولا اه من الرموز اللي ممكن دل على اه فقد اموال. او اه اه كمان اه ممكن يدل على عكس الرأي اه في تحقيق امر هو بيتمناه او بيسع له. اه برضو من الرموز اللي ممكن دل على وجود خلافات وجود مشاكل. اه ممكن مع احد من المقربين او مع اه صديق. اه كمان لما يشوف الرأي قصر التليفون برضو من الرموز اللي ممكن دل على قطع علاقة. اه قطع علاقة مع اه يعني ناس كانوا اه مقربين للرأي. اه كمان من الرموز اللي بيمكن دل على تعرض الرأي الازمة. وهتكون ازمة كبيرة. ويمكن كمان ما يلاقيش حد اه يساعده او يسنده اه في الخروج من الازمة دي. كمان بتحتيم الهاتف او سقوط لما يشوف الرأي ان هو سقط منه الهاتف ويتحطم. اه فمعنى كده انه هيفقد شيء غالي عليه. اه برضو اه سقوط الجوال وقصره. اه ولما يشوف الرأي ان هو بيحاول انه يصلحه. اه فمعنى كده انه هو هيتعرض لازمة او لامر معين في حياته. هيحاول ان هو يخرج منه او ان هو يلاقي له حل. لما يشوف الرأي نفسه ان هو بيبز على الهاتف او بينظر للهاتف وهو مكسور اه او ان هو محطم. اه فشوية بيدل على ان هو هيسمع خبر ولكن الخبر ده للأسف هيكون خبر اه سيء. اه كمان اه سقوط الهاتف من ايد الرأي وتحطمه اه لو كان هو عنده مشروع او كان تاجر فممكن يدل على خسارة اه في اه دقارته. اه برضو سقوطه اه بتدل على خسارة اه في علاقة مع شخص اه مقرب. ممكن يكون زميل اه في العمل او ممكن يكون اه صديق. لما يشوف الرأي ان شاشة الموبايل نفسها هي المكسورة. يعني كسر الشاشة اه من الرموز اللي بتدل على اخبار ولكن الاخبار دي هتكون اه سيئة. اه كمان ممكن يدل على اه توطر في اه التعامل مع امر معين او مع شخص اه معين. كمان تحطيم شاشة التليفون برضو من الرموز اللي بدل على مشاكل هيقبلها الرأي اه في الفترة المقبلة. كمان لما يشوف التليفون ان هو الشاشة بتاعته اه اتشققت. فده اه بيدل احيانا على ان الرأي بيهتم بالمسائل الصغيرة او المسائل اللي ملهاش اهمية. وبيهتم بيها اكتر من مسائل تانية او من امور تانية تستحق الاهتمام. اه كمان كسر الشاشة اه او اه تشققها احيانا بيدل على خوف او غضب. اه برضو احيانا بيدل على اه اه تغيير في احوال الرأي. اه خصوصا اه لو شاف الرأي لو شاف الرأي ان هو الشاشة بتاعته اتقصرت وهو صلحها. فدي من الرموز المبشرة بتغيير في حياته وتغيير ده هيكون اه للافضل وآه للاحسن. لما تشوف المرأة الحامل ان الموبايل بتاعها اتقصر او الهاتف او الجوال بتاعها اه اتقصر. اولا اه من الرموز اللي بتدل على اه يعني لو شافت ان تليفونها اتحطم فمن الرموز اللي بتدل على ولادة اه هتمر على خير يعني هتكون اه مفهاش اه مشاكل شوية. اه لو شافت ان هي حاول ان هي صلحته وبالفعل اتصلح اه برضو بتدل على ان شاء الله ان اه ولادة سهلة وميسرة وآه اه تفل معايفة. لو شافت ان التليفون وقع من ايتها واتحطم فمعنى كده ان هي اه هتمر الولادة على خير ولكن مش هتلاقي اه حد جنبها اه يعينها او اه ياخد باله منها. اله كمان الرجل في في المنام اما يشوف ان الهاتف بتاعه اه اه اتحطم اه فده للأسف بيدل على تغيير في حياته والتغيير ده هيكون للاسوأ اه مش للافضل. كمان من الرموز لو كان هو متزوج فمن الرموز اللي بتدل على وقوع خلافات او مشاكل بينه وبين آآ زوجته. آآ كمان آآ لو كان آآ برضو آآ متزوج وشاف الشاشة ان هي اتحطمت فمعنى كده انه هيتعرض لازمة او مشكلة في الفترة المقبلة ممكن تكون مشكلة دي في عمله او ممكن تكون مشكلة في حياته بشكل عام. كمان قصر التليفون آآ برضو من الرموز آآ اللي بتدل برضو على ان هو هيخسر آآ آآ شيء ليه قيمة. آآ ممكن تكون آآ حاجة مادية او حاجة سمينة. كمان انه ممكن اتعرض لي آآ خسارة آآ مادية. آآ كمان ممكن تدل على قطع علاقة مع شخص مقرب او شخص آآ من افراد العائلة. الفتاة العزباء ما تشوف ان الهاتف بتاعها اتحطم آآ الاسف من الرموز برضو اللي بتدل على مشاكل هتواجهها سواء من النحية النفسية او الصحية او من نحية الشخصية آآ برضو من آآ من الرموز اللي ممكن تدل كمان احيانا على ان هي هتدزوج من شخص يمكن برة البلد اللي هي آآ عايشة فيها آآ ممكن كمان يدل على ان هي هدسمع خبر ولكن الخبر ده شوية مش هيكون آآ سعيد. آآ كمان لما تشوف الفتاة ان هي بتتكلم مع حد في في الجوال وبعد كده الجوال او تليفون اتقصر آآ فمن الرموز اللي بتدل على فساد اخلاق الشخص ده او ان هو بيتلاعب آآ بيها. آآ كمان قصر التليفون برضو من الرموز ولو شافت ان هي صلاحته ورجعته آآ مرة تانية فمن الرموز اللي بدل على نجاحها آآ واستقرارها في حياتها آآ بشكل عام. آآ كمان لما تشوف قصر التليفون كمان آآ في المنام او الهاتف لما تشوف ان هو اتقصر منها فده آآ بيدل على وعكة صحية ممكن آآ تمر بيها. كمان لما تشوف انتفجار الموبايل. رؤية انتفجار الموبايل آآ في المنام فده انتشار لفتنة وانتشار آآ لبتعم. آآ كمان الكصر الجوال آآ برضو بتدل على سماحها اخبار آآ شوية آآ تكون اخبار آآ سيئة. آآ ده كده باختصار رؤية آآ كسر الجوال آآ بشوفنا كسره او شوفنا قاعدة تصليحه. آآ كمان هارفنا معناه للعزباء للمتزوجة وكمان آآ للحامل وكمان للرقل. آآ بتمنى ان يكون الفيديو عاجبكم. آآ لو في اي استفسار او سؤال اكتبوا لي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم. آآ بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.